رائعات وصباح متواصل لا بد أن نغنيه ونجعله أكثر أهمية بصراحة وأكثر فائدة من خلال المعلومات التي سنمررها لحضراتكم وعلى مسامعكم عبر الأثير وعبر الشاشة من خلال البث الإلكتروني المباشر والحديث مباشرة حول الرقية الشرعية مهيتها وشرعيتها في القرآن والسنة النبوية كذلك ما الفرق بين الرقية الحقيقية التي قيل عنها وجاءت في كتوبنا الدينية والإسلامية وما بين ما هو منتشر وشائع لكنه خاطئ وتصحيحات ربما لبعض الأخطاء الشائعة منها إضافة إلى الطرق التي يجب أن نرقي بها أنفسنا والأسباب والتداعيات مباشرة ينضم وإجانا الضيف الكريم هنا وإجانا في الستوديو ضيف الطلع الأستاذ معن ضمرة مشرف التربية الإسلامية في مدرية التربية والتعليم العالي في طول كرم صباح الخير أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا بكم كل التحيات والتقدير لكم أهلا وسهلا بك يعني أستاذ معن كثير بنسمع عن هذا المصطلح والربما يتكرر على الألسن ولكن نود أن نتعرف على الرقية بمفهومها السليم الصحيح كما جاءت لربما في القرآن الكريم وأيضا في السنة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذا موضوع يشعل بال كثيرين لأن كثيرا من الناس يرتادون مواضع الرقية والبعض يؤيدهم بذلك ويدعوهم للاستمرار بهذه الزيارات والإفادة منها والبعض يقول هذه أماكن محظورة ولا يجوز الارتياد أماكن الرقية والعيادات الكرآنية وغير ذلك من الشعارات الرقية الشرعية هي كراءة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية المأثورة على المرضى بقصد الاستشفاء ودفع الشرور ولهذه الرقية شروط واضحة ينبغي الالتزام بها من شروط الرقية الشرعية أن تكون بكلام الله سبحانه أو بإسم من أسمائه أو بصفاته العلا وأن تكون بلفظ واضح صريح وبلسان عربي مبين لا لبس فيه ولا غموض وأن يعتقد الراقي الشرعي المعالج أن هذه الرقية هي سبب وليست غاية بحد ذاتها وسيلة وليست غاية وأنها ليست هي التي تشفي وإنما الشفاء من عند الله سبحانه ولكنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله وهناك فروق واضحة بين الرقية الشرعية وبين الشعوذة التي تنتشر في زماننا وللأسف الشديد الرقية بكلام الله سبحانه والآيات والأحاديث الشريفة والأدعية المأثورة بينما الشعوذة تكون بكلمات كفرية وبألفاظ سحرية والرقية تكون بقول واضح صريح وبلسان عربي مبين أما الشعوذة تكون بتمتمة وبألفاظ خافتة لا يعرف معناها هل هناك آيات قرآنية؟ لأنك تذكر الآن أستاذ معا أن هناك أذكار معينة تقال للرقية صحيح؟ صحيح يعني إذن هناك آيات معينة لا؟ طبعا في آيات الرقية موجودة ستوفاء على الكرسي المدمد سيدي ومعروفة بآيات الرقية وأذكر منها على سبيل المثال لا أستطيع أن أذكرها كافة ولكن أذكر مثلا أم الكتاب سورة الفاتحة وكذلك أواخر سورة البقرة أواخر سورة الحشر سورة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص والمعوذتين وكذلك الآيات التي تدعو إلى فك السحر فهذه الآيات يعني يحسن من يشعر بالمرض أن يقرأها على نفسه وهذا يقودنا لكيفية القراءة هنا الأفضل ستوفاء أن يقرأ المريض على نفسه فهذا هو الأفضل والأحسن ولكن إن جاء براق شرعي ليقرأ عليه فبها ونعمة لأن هناك نصوصا تجيز ذلك ولكن الأحسن بالإنسان أن يقرأ على نفسه كما فعل نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قبل النوم كان يفعل الآتي أنه ينفث بيديه بكل هو الله أحد وبالمعوذتين ثم يمسح وجهه وجميع ما وصلت يداه إلى جسده فهكذا تكون الرقية والنفس هو الأفضل ولكن يعني لو تخلل وهو النفخ الخفيف قبل أن يقرأ الإنسان ثم يمسح فبها ونعمة ولكن لو لم يكن به لجاز أيضا ولكن القراءة تكون الأفضل بصوت مسموع وليس بأسر لا بصوت مسموع وليس مزعجا إنما صوت وسطي بالنسبة للتمتمات وربما الشائعات في هذا الموضوع إيش بالضبط بإيش بتتمثل وخاصة أنه في أيضا ربما بعض الأدوات تستخدم هذه الأيام من باب أنه أرقي نفسي أو أحمي نفسي بالضبط يعني هذه بتكون عادة حجب مفردها حجاب تكون بكلام غير معلوم وغير واضح وبطلاصم حقيقة يعني أنا رأيت أحد الناس ولكنه تاب في آخر الزمان عنده كتاب قال لي هكذا أرقي الناس لكن لم أرى شيئا واضحا في الكتاب المكتوب عبارة عن كلام خطوط متواصلة متقطعة تلاصم يعني لا يعرف لها معنى ويعلق في غرفته التي يرقي بها سيفا ويعلق بعض الأدوات مثلا القديمة تراثية وما إلى ذلك ويقول هذا كله هكذا يجب أن يكون الجو ويرتاد الناس إليه ومصيبتنا العظمى ستوفاء أنه يستغل الناس بعد أن تابع طرف كم كان يستغل الناس وهو مشعوذ لأنه كان يستعين بالجن ويستعين بالسحر وبالطلاصم وكذلك الضرب المبرح أحيانا للمصروع أو المريض وكذلك الاستغلال المادي البشع والجشع للناس فهذا كله للأسف الشديد ينبغي أن يوضع له حد وأن يفهم الناس ولا يعودوا للجاهلية نعم بالتأكيد أسابق بالعكس يعني الحمد لله اليوم فيه فكه وفيه علم طب يعني أسباب الرقية يعني البعض أنت ذكرت أستاذ معا أن الإنسان يمكن أن يرقي نفسه ممكن البعض أو يقوم هناك أو الاستعانة بشخص يقوم بقراءة هذه الأذكار وهذه الآيات القرآنية لكن لماذا نلجأ للرقية بصراحة سواء في واقعنا أو حتى من وقت أو من فترة أجيزة هذه الرقية نلجأ للرقية الشرعية بقصد الاستشفاء يجوز في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأدعية المأثورة من أجل التخفيف عن مصابنا التهوين الشعور بالراحة والطمأنينة ولكن لا نجعل جل اهتمامنا فقط الرقية الشرعية لأن البعض الأسف قد يعاني من مرض عضوي فالأصل أن يذهب للتداوية عباد الله تداوى فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له شفاء إلا داءا واحدا وهو الهرم أو الموت في رواية أخرى أما إذا كان الهدف نبيلا فيجوز للطمأنينة للراحة الشعور بالهدوء والسكينة هذا نلجأ للرقية الشرعية أما البعض لا يرجع إلى الرقية المحرمة التي سنذكر أنواعها إن شاء الله الهدف من ذلك هو يقول أنه أنا والله أريد أن أحقي غاياتي في الحياة أو مثلا تحسين علاقاتي الاجتماعية مع زوجتي مع أبنائي مع جيراني يعني لأهداف متعددة والبعض يعني تكون ربما أهداف خيالية الغنى الفاحش أصل أو إلى ما هناك من أمور غريبة وعجيبة الأصل بالإنسان أنه يسير بالطريق الصحيح الطريق الصحيحة والغاية الصحيحة لأنه عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة يجب على المسلم أن يسلك الطريق الصحيح والغاية النبيلة فالغاية لا تبرر الوسيلة كما قال ميكافيلي يعني أحيانا يجب أن لا يجب أن نتحايل بصراحة على هذا القول طيب أنت ذكرت أن هناك أنواع للرقية الخاطئة أو يعني خلال نقول المحرمة يعني في هذا الموضوع لو نذكر مثل هذا الأنواع نعم ما يجري في زماننا مثلا من الرقى غير الشرعية التي يمثلها وحذر منها الحديث النبوي الشريف الصحيح إن الرقى والتمائم والتولى شرك المقصود بالرقى هنا الرقى غير المباحة وهي ألفاظ كفرية أو سحرية كما كلنا غير مفهومة فهذه محرمة وكذلك عندنا التمائم مفردها تميمة وهي ما يعلكه الإنسان على المرضى أو على الأطفال أو في البيوت أو على السيارات زي الخرز الزرقى والعين وهذه الأمور نعم أيها الكف وحذوة الحصان والخرز الأزرق صحية فهذا كله لا يصح لأن الحديث الصحيح يقول من علق تميمة فقد أشرك والمقصود هنا هو الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة ولكنه ينكس الأجر والثواب هنا لا يخرج من الملة فاعل هذا الأمر لأنه يقول أنا والله غاية نبيلة وأؤمن بأن النفع والضرر بيد الله ولكن هذه أسباب ووسائل أتخذها من أجل أن أحصل على أهدافي ومبتغي فهذا دخل في دائرة الشرك الأصغر وأنواعه كثيرة لا يتصع المقام لذكرها فإذن هذه التمائم محرمة ثم عندنا الكهانة أو الكهانة اللي هو الدعاء معرفة الغيب الذهاب العرافين والعرافات لمعرفة المستقبل بأنواع شتى في هذا الزمان من خلال التنجيم أو الضرب بالرمل أو الأبراج والذهاب عند الفتاحين في الحديث عندنا حديثان في هذا الجانب يحرمان هذا الموضوع تحريما قاطعا الأول من أتى عرافا لم تقبل صلاته أربعين يوما هذا إذا ذهب من أجل حب الاستطلاع أما إذا من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام يعني إذا هنا التصديق واليقين أن هذا لا يقول إلا الحق في خطر كبير جدا فحذار من الكهانة والعرافة لإدعاء معرفة الغيب القرآن الكريم يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا فأيضا عندنا التولة التولة نوع من السحر تقوم على تحبيب الزوج لزوجته أو تحبيب الزوجة لزوجها وهي أيضا من المحرمات إذن أمور كثيرة يفعلها الناس في هذا الزمان يظنون أنها من المباحات والجائزات وهي في الحقيقة أخطاء محرمات من ضمنها ست وفاء جميل أن نذكر في من يضعون مثلا الآيات على المنازل أو داخل السيارة فإذا كان هالهدف الكراءة في القرآن الكريم مثلا عند الاستراحة السائق وما إلى ذلك هذا جائز ولكن أن يضعها مصحفا في السيارة ويعلوه الغبار من كل مكان فهذا لا يصح خلاف الأولى والأحسن الأولى أن لا يضع مثل هذه المصاحف ظن منها بأنها تنجيه الأصل إعكل وتوكل يأخذ بالأسباب والأدعية المأثورة فهذا هي الطريق السليم طيب يعني أنا ضمن الأمور اللي بصراحة بنستمع لإلها ويعني متداول في الاستفسارات أستاذ معين أنه البعض بيقول لك مثلا أنا قمت بالقراءة القرآن على انبوبات أو خلينا نقول قارورة ماء وبشرب منها في بعض الأحيان وبعض الآخر بيقول لك أنا أغتسل أو أستحم بهذا المياه فالسؤال إنه مثلا إذا أنا بدي أتغسل بهذا المياه أو أتوضى أو ما إلى ذلك ومياه مقروء عليها بالقرآن الكريم بأيات قرآنية البعض بيقول لك ما بيصير إنها تلقى هذه المياه أو ترمى سواء على الشارع أو مثلا إن تذهب إلى كما تعلم إلى الصرف الصحيح وما إلى ذلك فإيش التصرف الصحيح والسليم هنا؟ لا هذا الشرب المياه المقروء عليها أو الاغتسال بها مباحك التفاح عودة التفاح مرة أخرى مرة أخرى للأستاذ خالد الذي نفتقد اليوم عزيز علينا فهذا الموضوع جائز وكثير من العلماء بحثوا فيه وأجازوه يعني لأنه له أصول شرعية يجوز الإنسان أن يشرب المياه المقروء عليها أو أن يغتسل بها فهذا أمر سائغ ومستساغ لا شيء فيه لكن المياه نفسها لما البعض يقول الاغتسال مثلا وهذا المياه لا تلقى أو على الأرض بل ممكن نسقي بها بعض الأزهار أو النباتات يمكن تخلص بها بطريقة أو بأخرى يكون أفضل من باب الاحترام ولكن أما الموضوع كأصل يجوز في الشرب منه أو الاغتسال نعم طب الرقية نفسها الرقية الشرعية هل لها شروط معينة؟ نعم الرقية الشرعية كنا أنه من شروطها أن تكون بكلام الله سبحانه أو بالقرآن الكريم بالأحاديث الشريفة بالأدعية ولا يجوز أن تكون بالتمتمة والكلام السحري وكذلك أن تكون بصوت مسموع ومعروف أنه آيات أحاديث ولا يتمتم صاحبها ويخفي ما يقول ويأتي بطلاصم وبكلام مبهم غير واضح وكذلك أن لا يعتقد صاحبها أن الرقية بحد ذاته التي تشفي صاحبها ولكن هي سبب أو كلنا وسيلة لغاية نعم طب البعض من النساء ممكن تستعين بالرقية في النساء الكبيرات إحنا منقول عنهم الحجات يعني منقول إحنا هذه في طيب الحج وهذه عندها بركة وما إلى ذلك بتروح وتسأل الحجة أنه شو بتقرأ أي حجة مثلا على هذا الطفل أو علي يعني بمن الآيات القرى بتقول لك لا أنا ما بقدر أحكي لك شو بقرأ هذا النوع بصراحة يعني يعتبر أنه شيء طبيعي عادي ولا لا فيه تخوف في الموضوع وأحيانا بتكون هذه الحجة هي أمية يعني هي لا تقرأ ولا تكتب فأنت بصير عندك فضول أنه إيش هي اللي عمالها بتقرأه طالما أنا أصلا هي مش إنسانة قارئة صحيح ففيه تخوف الأكيد هنا يعني يساورني الشك طالما أنها لا تفسح على ما تقول بكل أصل أن تكون الرقية بكلام واضح مسموع معروف فالأولى أننا نتبع هذه الحجة يعني إذا من طريق أو بأخرى أو هل هي يعني من الذاكرين والحابدين والعابدين وما إلى ذلك نعم إذا سيرتها حسنة وملتزمة فخير وبركة ولكن إذا يعني نشك بها يعني ليست بذات سيرة حسنة وتخفي ما تقول يخشى أن تتعامل بالتلاصم والتماتم طيب الرقية الشرعية لمن نلجأ لهم هل يجوز الدفع لهم مثلا؟ سؤال وجيه للغاية جمهور العلماء على أن أخذ الأجرة على الرقية جائز بشروط جائز بشروط ألا يكون هذا الإنسان يعني يستخدم الطرق غير الشرعية وعلى يعني يحبس نفسه فقط لهذا العمل ولا يعمل إلا هذا العمل ويستغل الناس ويعني وأن لا يستعين بجن أو الضرب المبرح يعني البعض مثلا ممكن أن يأتي باثنين لتثبيت المريض ويبدأ به ضربا مبرحا كما سمعنا هنا وهناك فهذا لا يصح أما إذا كان هذا الإنسان معروف عنه بالصلاح والتكوى ومقابل الجهد هو على ماذا يأخذ يجوز أن يأخذ علل هذا الأمر التعليل أنه بسبب وقته وجهده يجوز مثل إمام المسجد أو المؤذن الذي يجوز أن تخصص له أجر وراتب معين ليس لأنه يرفع الأذان إنما لوقته وجهده قال العلماء وكذلك الراك الشرعي إذا كان معروفا بالصلاح ويأخذ أجرا مكبولا معكولا فبها ونعمة لكن نحن نسمع في هذا الزمان عمور مزعجة للغاية يعني يقيل لي أن أحدهم قرأ مجموعة من الآيات على إنسان في أمريكا فطلب خمسمائة شكل أحيانا غير مكبولة وغير معكولة فهذا لا يصح فعلى الناس أن تتحرى الدقة والصواب لأنه فيه هناك الغث والسمين وما يسمى بالعيادات القرآنية يجب أن يبحث عنها ويتم التدقيق بشأنها حتى أن لا يجوز أن تكون هذه عوضا عن العيادات والصيدليات وما إلى ذلك طب البعض ممكن يذهب أو يلجأ للرقية ربما يرقي نفسه من الحسد من العين من المس في بعض الأحيان لكن هل الآيات أو الأذكار القرآنية على اختلاف السبب الذي جعل هذا الشخص يلجأ إلى هذه الرقية هي ذاتها نفس الآيات أم ربما مثلا في السحر أو في الحسد آيات معينة في المس آيات معينة في آيات خاصة ولكن في النهاية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة حتى لو ذكر أي آيات مثلا لو يذكرها في آيات الرقية يجوز ذلك ولكن في آيات خاصة بكل شيء يعرفها أهل هذا الفن وأهل التخصص أنه في آيات خاصة بالحسد وفي إخراج الجن وهكذا وللمرض ونذكر مرة أخرى لكافة السادة المستمعين والمستمعات أنه لا ضرر في أن يرق الإنسان نفسه بذاته واللجوء إلى قراءة الأذكار والآيات القرآنية لأنه بالنهاية يعني هو أدرى بنفسه هو أدرى بحاله وبوضعه وبكل الأمور التي يمر بها وكما نوهنا سابقا من خلال أستاذ معا أن ضرورة أن نتفادل أخطاء الشائعة حتى وإن كانت من باب ليس لسنا مؤمنين يعني بنجيب خرزات زرق مرة بصراحة بالتحف وهذه الأمور أو حتى بنحط للبيبي في بعض الأحيان أو على السيارة أنه هيك إحنا من كل منظر حاطنا بس يعني أعتقد أنه هذا النوع هو باب من أبواب أنه يدخلنا في المتاهات من يهل مئة بالمئة تقوم مواطن الشبهات إذن هذه من الأخطاء التي في بعض الأحيان نتبعها ببنية صافية لكن يجب أن نفكر وأن نتعمق أكثر في هذه المواضيع إذن نتمنى أن نكون قد أوصلنا الفكرة لأستاذ المستمعين والمستمعات حول الرقية الشرعية وبالتأكيد نتمنى لكم دائما وأبدا السلامة كل السلامة بالأذكار القرآنية وأيضا ما جاء في سنة نبينا الكريم دائما وأبدا ونتمنى أن يتم الاستفسار والتساؤل عن كل ما ممكن أن يتسبب لنا في الشك كي نصل إلى اليقين في أي موضوع كل شكر لك الأستاذ مع انضمرة مشرف التربية الإسلامية في مديرية التربية والتعليم العالي في طول كرم على هذا الحضور وعلى هذه الفائدة لنا والأستاذ المستمعين والمستمعات نتواصل وإداكم كافة المشاهدين والمشاهدات عبر الأثير وعبر الشاشة من خلال بث الإلكتروني